بعد قرار إعادة فتح أمكان التسلية والطرفيه التي أقرها رئيس الجمهورية تنفس ساكنة بشارة الصعدة فبعد الضيق الذي فردته تعدعيات فيروس كورونا خاصة في عز الصيف الذي يجبر العائلات على الخروج بعد الغروب ههي العائلات البشارية تتوافد على ساحة التسلية بدائرة القنادسة نشكر قناة سرق للزيارة لهذه الفضاءات رغم أنها قليلة في البلاد والولاية في بلدة القنادسة إلا أننا جد ومرتحون لعودة هذه الفضاءات تدريجيا لمؤهند الوزير ناقصين عندنا في الولاية بعدما حلوا هذا المكان تتنزه بالصح هذا زعم صغير شوية هنا في منطقة القنادسة خاصة يزيد ويسعوا لنا المكان هذا مكانش خاصة أننا تتنزه في الشرق هذا المكان خاصة يكبره شوية لكي يجوز على مستوى الولاية ونشكر البلدين عدم احترام إجراءات الوقاية هو ما لمسناه لذى المواطنين وخاصة الأطفال الذين كان همهم هو فتح مرافق تسلية أخرى حيث أن هذه الأخيرة تكاد تنعدم في الولاية مع القوفيد مع السخانة مع الباحد ملقون يتحرك نتمنى إن شاء الله أنه ربي يفعلنا البلاه هذا وترجع للدنيا كما كانت ويرجعوا لولاية يخرجوا يلعبوا نتمنى ويحلونا مرافقة جديدة بسك حاجة قليلة هنا وحتى تكتمل السعادة بعودة الحياة الطبيعية التي طال انتظارها من المواطن البشاري الذي ألف ليالي الصيف الجميلة يجب احترام اجراءات الوقاية فإن الوقاية خير من العلاج